السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو دي جديد من كورس الازد خمسمية. ما زلنا في موضوع الكونديشنل اكسس. اه وقلنا ان احنا هنكمل اكتر من فيديو نشرح فيه الاكشن بوليسي. علشان هنتطرق للمواضيع المهمة اللي هتقابل حضرتك في الحياة العملية او اللي هتتسئل فيها في المقابلات الشخصية. من الكونديشنل المهمة جدا اللي لازم حضرتك تركز عليها وتعملها فيما يتعلق بـ بمعنى انه اي يوزر واخد رول من نوع احنا بنقول ان هو هيتطبع عليه ده باي ديفولت تمام. لكن لو يوزر منهم هنتخيل ان فيه يوزر كده اه واخد تمام? واخد من نوع طيب لو نفس ده جايني بخطر يعني جايني من اي بي مجهول او جايني من مصاب او جايني من منطقة غير متعرفة عليها اي خطر او حتى جايني من يعني كريسك يوزر يعني بلاش صاينيني ريسك لا من من نوع الهوية بتاعته جايب هوية مسروقة فده صح لي صلاحيات فبالتالي انت لازم تقيد وصوله بدرجة اعلى من المالتي فاكتور او كونديشن ده انه طالما انت ادمستريتور تعالي من جهاز خلاص متجنش من اي جهاز كده من لابتوبك الشخصي مسلا في البيت وتحول تدخل انا همنعك لازم الجهاز اللي انت توصل ليه الخدمة علشان انت راجل ادمستريتور انت بتديلي الخدمة بتعمل مانجمينت فبالتالي لازم تجيني من جهاز هو جوين دومين يعني بولوسي بسيطة جدا في الستيبس بتاعتها ولكنها مهمة جدا في الفايدة بتاعتها انا نعملها مع بعض هنروح على البورتل هقول له نيو بولوسي هيبدأ يقول لي اسميه للبولوسي بتاعتك هقول له والله ممكن اقول له مسلا ادمن استريكت انا هقيد وصول الناس طيب هتعملها على مين البولوسي ديت مش الاول يوزر بقى لا هعملها ومنها اختار كل الادمن هنزل كده وابدأ اختار طبعا هما كتير ولكن انت تختار يعني يعني اللي انت بحتاجه يعني تمام انا اكتفي بكده بعد كده ايه لو ده ده جيني بخطر باتجاه الهوية من اي نوع وجيني بخطر من اه اتجاه تسجيل الدخول او من اي نوع برضو طبعا اه اي 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 تمام كده اي خطر سواء او طالما هو اسمح له يدخل ولكن من جهاز اي جهاز برد دومين قل له لا شكرا طالما هو جاي بخطر طالما هو ايه شعر ان هو جاي بخطر اوكي تمام ممكن كمان ان ايه بقى القصة القصة دي تعال نعملها الاول احنا كده اختار نشاطين اهم طبعا ديت هتطبق عليه لان احنا مطبقين اصلا اللي هي او او فكده كده دي هتطبق عليه لو حضرتك عايز برضو تطبقها فما فيش اي مشاكل على الاطلاق وهتقول له خلاص كده هيبدأ يقول لي مش عارف والحاجات دي هناخدها ان شاء الله فهقول له لأ انا عايزة وهبدأ طيب هيطلع لي الاورد ده ليه ليه طيب علشان احنا اختارنا لو روحنا كده علشان احنا اختارنا دي لو شلتها قولت له مش هطلع لأي ارور طيب ايه حكاية الابروفد ابليكيشن طيب الابروفد ابليكيشن يا شباب اختصار شريط جدا هو عبارة عن ابليكيشن حضرتك بتنزله من الماركت جوجل بلاي او الاي او ماركت الايفون او الاندرويد ده عبارة عن اسمه ايه الاول اسمه مايكروسوفت اوثنتيكيتور طيب ايه مايكروسوفت اوثنتيكيتور ده اللي هو بيعمل اللي احنا تكلمنا عليها وبيبقى حلقة الوصل بينك انت او بين الديفايز اللي انت داخل منه وبين البورتل او بين الابليكيشن بيولد الارقام العشوائية الكلام ده احنا قلناه قلناه بشكل نظري ولكن طرح ما احنا يعني جينا في الكوندشن وتسألنا عنه فلازم برضو يعني نعيد في معلومات جديدة فهنا انا قلت له ايه او انا كنت حابب اقول له ايه كنت حابب اقول له انه اي اد من رول جاني بخطر حضراتك دخله ولكن من خلال جهاز جوين ديبايس ومن خلال ابروفد ابليكيشن يوزر فلما اخترنا الابروفد ابليكيشن قال لي لا ده يا اما انا كنت الاول كنا مختارين الالديبايس فقال لي انت مختار الالديبايس والابليكيشن اللي هو الابروفد ده ما بينزلش على لينيكس مثلا او ما بينزلش على ماك حلص? اعتقد ما بينزلش على ويندوز برضا فبالتالي اما تروح تشلي الالديبايس او تروح تشلي الشرط الخاص بالابروفد حلو كده؟ تمام معرفناش برضو ايه هو الابتورد قلنا ان هو اسمه ميكروسوفت اوتينتيكيتر حضرتك بتنزله من الماركت وبتعمل ريستر عليه وبالتالي اي عملية دخول هنا هيفهم هيفهم او ميكروسوفت هتفهم ان انت بتدخل من خلال الابليكيشن اللي هو الاثينتيكيتر فبدلا من ان هي تتصل بك او تديك الكود عن طريق الاسم اس هيبدأ الاثينتيكيتر نفسه يولد لك الارقام العشوائية الخاصة بالايه بالMFA خلاص كده اشتغلنا عليه في كورس الاجر ونزلنا مع بعض واشتغلنا عليه اعطاقة فيديوهين او فيديو اللي اتذكر فبالتالي انت وانت بتطبق البولوس دي لما يطلع لك ايرو زي كده تبقى فاهم وعارف الايرو ده تطلع لك ليه خلاص يبقى كده البولوسي بتاعتنا اللي احنا طبقناها بتقول اي يوزر واخد رول جاين بخطر حضرتك دخله ولكن من جهاز وفرضنا عليه كنا حابين نفرض ولكن الايرو ده من عيدنا علشان احل المشكلة دي بقى تعالى ندخل نعدل في البوليسي ديت نعدل كده في البوليسي هنا ممكن اقول له ايه في ما تعلق بالدفاعس بلادفورم هقول له اندرويد واندرويد وآي او اس وروحنا في هيقبلها مني طبيعي جدا من كده اي مشاكل طيب فيه كمان بوليسي تانية فيما تتعلق بقى بالوفيس ريسك ستي بايف تمام فيه شركة عندها اوفيس تلتمية خمسة وستي فقالت ايه قالت انه اي ريسك يوزر يوزر جاني بخطر من اي نوع بقى سواء يوزر ريسك او ساينين ريسك حابب يدخل على البريد مثلا او حابب يحصل عن اي خدمة مثلا وورد اونلاين اكتشتريني اونلاين شيربونت اونلاين اي خدمة طبعة بالوفيس ريسك ستي بايف ماينفعش يدولود ملف اقفل عليه الدولود اقفل عليه الدولود وطلبها كمان هو ريسك يوزر فخلي عملية دخوله التالية تبقى بعد عملية دخوله الاولى بتلات ساعة تمام يعني هنتخيل ان هو جاء النهاردة مسلا الساعة تلاتة العصر فتح البراوزر مسلا بتاعه او فتح الايميل فتح الايميل هذه ايميلته وهو في من منهم بقى جاي خلاص الراجل تفتح الايميل عندوش اي مشكلة خالص وطلع مسلا الساعة تلاتة ونص خلاص كده افل البراوزر افلت جابع بعدها بساعة جاء الساعة اربعة ونص قال ايه اشايت كده في ايمياته لا لا فلو جاي لك يفتح سيشن تانية طالما جاي لك بخطر ما تسمحلوش غير بعدها بتلاتة ساعات علشان يكون او عالج الخطر ده ما هو هيجيله صح؟ هيجيله فبالتالي هيدخل بقى عالج الخطر تعال بقى نعمل البوليسي دي كده مع بعض هقوله سميه دي اوفيس تلتمية خمسة وستين او او مسلا طيب هتطبقه على مين؟ والله على الكل طيب هنا بقى انا مش هقوله القول ايه؟ انا هسلكت لمين؟ لحبيبنا ده وهقوله اوكي طيب شرط ايه هو؟ انه يكون جايني بخطر تمام؟ جايني بخطر احنا اخترنا طيب طيب كده؟ ما عنديش اي مشكلة في ولا في ولا في ولا اي شيء خلاص هنا انا اسمح له ما عنديش مشكلة فهي اخليها نوت او هسلكت ما عنديش مشكلة السيشن هنا بقى هتبقى ايه؟ هتبقى الكنتشن التالية تاني عملية تسجيل دخول خليها ثلاث ساعات من ال او اخر عملية دخول تمت عديلي ثلاث ساعات بعدها واسمح له بعد كده يدخل طالما جايني بخطر واقفل عليه الده وجود خلاص كده يا شباب واقل كريت زي الفل اوكي؟ طيب فيما يتعلق برضو في مهمة جدا لازم حضرتك تاخد آآ بالك منها اللي هي ايه؟ اللي هي لما يكون فيه شركة عندها وبالتالي عندها يوزرات وايميلات والحياة جميلة ففي يوزر كده اسم يوزر وان عنده طيب الميل بوكس ده هو عنده في البيت ضعبان كده وتحيان لابتوب مثلا من ايام سيدنا قوم وما تجيش تاني آآ عليه مسلا اوفيس الفين وسبعة عليه اوفيس الفين وسبعة فالرجل ده استسهل الامر وقال لك ايه؟ طيب ما انا شركة مدياني اوفيس يعني مدياني وزر نيمو باسورد فما افتح بقى على الاؤتلوك الفين وسبعة فالالفين وسبعة ما بيفهمش المودرن اوثنتيكيشن بروتوكول ما بيفهمهاش راجل قديم خلاص نازم تقفل عليه غير ان اليوزر اصلا هيحاول يدخل بالأوفيس الفين وسبعة فعليه مقفول فهيتنصح وهو نفس اليوزر ما هو نصح ويقول ايه؟ طب خلاص مش مشكلة افتح من من البراوزر ادخل بقى من البراوزر وافتح الميل بوكس بتاعي بقى ودخل يوزر نيمو الباسورد والحقيقة جميلة فبما ان البلابتوب بتاعه قديم فالبراوزر برضو جاي من براوزر مثلا انترنتيكس دورة السبعة ولا ستة ما بيفهمش المودرن اكتنكيشن بروتوكول فبالتالي برضو هيلقى الدنيا مقفولة تمام؟ ولازم الاخينا ده يحقق المقولة اللي هي تطور وإلا ستموت طيب تعالا نعملها مع بعض هقول له new policy طيب سميه للpolicy والله ديت هتديناي ال old protocol تمام كده؟ طيب هتقصيمنت المين للكل طيب خلينا نختار وخلينا برضو نختار الشرط ايه هو؟ الشرط ايه هو؟ حضرتك مش تختار حاجة من دول إلا إلا لو انت بقى عايز تعمل يعني تخصص ده وهكذا طيب هقول له هنا في هقول له اي حاجة من ديت سواء كان براوزر ولا موبايل ولا ما بيدعمش او اعمل ايه? اقفل علي. هقول له انا فاهم. وهنا بيقول لي متعفلش على نفسك. هقول له انا فاهم. هياخدها مني. طبقها. ما فيش اي مشاكل على الاطلاق. طيب بكده علشان ما نطولش وقت الفيديو. احنا اخدنا تلاتة من البوليسي اللي قد تكون مهمة. آآ وقد آآ تطلب منك في في شغلك. اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.